والله دا شرف كبير انك انت هتناسبني يا أستاذ رمضان اسمعي يا بنت يا تهاني هتخرج من بيتها بوكي على بيتي على القبر على طول اللي تشوفه طبعا يا أستاذ رمضان طبعا محدش فينا ما تفرجش على فيلم رمضان مبروك أبو العالمين حمودة وما فيش حد مش حافظه بإفهاته ومشاهده وكمان أماكن التصوير وكل العناصر الفنية اللي فيه حتى المشاهد الدرامية اللي كانت فيه أثرت فينا أكتر من المشاهد الكوميدية طب ما تيجوا نعرف إعلاقة الفيلم بتلت حوادث وإيه نفس التلت مشاهد اللي حصلت فيهم التلت حوادث دول وإيه علاقة هنيدي بالموضوع ده تفاصيل كتير هنعرفها عن الفيلم في الفيديو اللي جاي أنا ماريا مجدي ويلا بينا نفهم دحكنا دحك في الفيلم ده بجد مش ممكن هو من أكتر الأفلام الكوميدية القريبة لقلوبنا كلنا ولو تعاد ميت مرة برضو بنتفرج عليه يا أخي ده احنا أحيانا بنتفرج عليه على النت ونشغله بكامل إرادتنا ورغم الحالة الحلوة اللي قدر يعملها الفيلم هو من الأفلام اللي محدش اختلف عليها من مشاهد وإفهات وكمان تلقائيه ممثلين يعني فيلم شامل مما جميعه زي ما بيقولوا يا أمي بس قبل ما نتكلم في الضوء نملى 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 إلا إن الحادثة دي خلت الحزن يملى الأماكن دي بعد ما كانت ضحكة هو اللي مليها بقت الناس تعدي من الأماكن دي بألم وخوف بعد ما كانوا بيفتخروا إن هني دي يصور في قريتهم المشاهد دي كلها طب يا ترى حصل إيه؟ خلى المشاعر تتبدل كده في الساعات اللي فاتت مفيش كلام على السوشيال ميديا غير على الثلاث حوادث دول اللي حصلوا في قرية نهية منطقة كرداسة في محافظة الجيزة وهي نفس المنطقة اللي تصور فيها مشاهد من الفيلم عندك مثلا الحادثة الأولى اللي حصلت لبنت وتوفت بعد طعنها 22 طعنة وده بعد استدرجها والتعدي عليها مقابل الحصول على ممنوعات وشهود العيان قالوا إن كان فيه فلاح شغال في الأرض الزراعية اتفاجئ بوجود سيدة على الأرض فبلغ صاحب الأرض دي واتصلوا بالشرطة وبدأت التحقيقات والتحفز على الكاميرات ولكن ما توصلوش للمتهمين خاصة إنه واضح إنهم درسين المنطقة دي كويس جدا أما البنت فشكلها كان غريب عن المنطقة وطبعا الشرطة سألت كل المحيطين بمكان الحادث لحد ما الغفير المسؤول عن المنطقة دي قال إنه لما دخل الحمام لا أصار للتعدي وبالفعل تم الأبض على المتهم هي هي نفس العشة اللي محمد هنيدي صور فيها مشهد مع الفنان الراحل مظهر ابو النجا علشان يخطب بنت وكان اسمها تهاني ولكن اتفاجئ إنها بتسمع أغاني لحمائي وعمر دياب فقرر هنيدي في ضحة قدام أهل القرية في إطار كوميدي طبعا فاكرين المشهد لما قال لها اسم حمائي وكاتب لها على الصورة نويها نوي على إيه تهاني اشهادوا يا أهل البلد يا مداني اختشي على مداني معذرة يا أمي اشهادوا يا ناس شوفوا العروسة بنت العسب والناسب اللي أنا جاي أتجوزها مطلع دول من قضة نمهي أقسم بالله العظيم من قضة نمهي الأولاني هو اسمه حمائي وكاتب لها على الصورة نويها نوي على إيه يا تهاني نوي على إيه أنت وحمائي أما الوقع التاني اللي معانا حصلت بعد 2 كم من العشة دي لما لقوا سيدة مقتولة بالخن جنب شجرة على الترع بالقرب من كبري نهي الجديد واتضح أن السيدة دي ثابت بيتها من شهور والمتهم كان شخص مسجل خطر وبيتاجر في الممنوعات والسيدة دي كانت مضمنة للممنوعات وخدت منه وما دفعتش تمن اللي خدته وما طلته في دفع الفلوس فاتخلص منها بمساعدة 2 من أصدقائه وهو هو نفس المكان اللي شهد سقوط محمد هنيدي وهو راكب العجلة بتاعته في الترعة لما خبط في عربية كان بيسقها ابن وزير التعليم أمير المصري أما الواقع التالتة مش بعيد قوي عن مكان الجريمتين فهي كانت بحوالي 700 متر عن مكان الجريمة التانية لما لقوا جسد لفتاة متسولة أعلى منتصف كبري نهية الجديد وده في اتجاه الدائري واتضح إن فيه لودر خبطها وقد ترخيره السواق أخدها وحطها على جنب الطريق وفضلت تنزف لحد ما تؤفت والصائق أكد إنه ما كانش يقصد وبرضو الواقع التالتة تقريباً كانت في نفس مكان الحادثة التانية زي ما قلنا على بعد 700 متر بس يا طرى لما نتفرج على الفيلم ونفتكر مشاهد الحوادث دي هيكون الفيلم بالنسبة لنا زي ما كان كوميديو بيدحك ولا هتتغير مشاعرنا زي مشاعر أهل قرية نهية شاركونا برأيكم في الكومنتات ترجمة نانسي قنقر